صبع على حضرتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وما فيش شك إن الجولة الخارجية اللي بيقوم بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من الدول هي محط اهتمام ومحط أنظار الكثيرين من المعنيين بالعلاقات الدولية الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارته لأذر بجان هذه الزيارة اللي بتعتبر من الزيارات الهمة اللي بتيجي لبحث أفاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية ما بين الدولتين وكمان بتيجي لتعزيز سبل التعاون والتنصيق بين البلدين الصديقين على الصعيد الدولي والإقليمي خلونا ناخد قراءة وافية عن هذه الزيارة ونتعرف على تفاصيل ما دار فيها من خلال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بالأهرام صباح الخير يا دكتور أحمد صباح الخير جمانة صباح الخير أحمد دكتور أحمد يعني في بداية الأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ زيارة أو جولة خارجية له بدأت بالهند ثم أذربيجان شايف إزاي هذه الزيارات تحديدا ولو هنقف عند العلاقات ما بين مصر وأذربيجان يعني أولا سيد أحمد لازم نضع زيارة الرئيس السيسي هذه الجولة التي تشمل الهند وأذربيجان ثم أرمينيا في سياق تنويع دوائر السياسة المصرية يعني الرئيس السيسي حقيقة السياسة المصرية في السمان السنوات الماضية شهرت طفرة وتحول نوع كبير في السياسة الخارجية بمعنى ماذا؟ بمعنى لينفتح لكل الدوائر في العالم لم تعد فقط الدوائر التقليدية مثل الدائرة الأمريكية والأوروبية وإنما حدث طفرة في الدائرة الأفريقية على سبيل المثال أيضا في أوروبا وشارك أوروبا على سبيل المثال مجموعة فيشجراد والتحالف اليوناني المصري الكبروسي أيضا الدائرة الأسوية أصبحت تحتل جزء كبير من اهتمامات السياسة المصرية هذا في السياق فلسفة واضحة فكرة الانفتاح لكل التجارب التنمية في العالم سواء الدول المتقدمة دول الكبرى أو حتى الدول المتوسطة أو الدول النامية بمعنى آخر الاستفادة من المزايا النسبية التي يمكن أن تقدمها كل هذه الدول بالطبع هذا سينعكس في إطار ما يسميه دبلوماسية التنمية أي توظيف السياسة الخارجية الرشيدة النزيهة لمصر وعلى قطر الرئيس السياسة الجهيدة لدعم التنمية في الداخل من خلال فتح أفاق للسلاع المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يعد في نهاية المطاف على المواطن المصر وتحسين مستوامعيشات هذه الزيارات تأتي في السياق التعزيز التنمية في الداخل دعم دور مصر الإقليمي وبالتالي هي زيارات مهمة النقطة الثانية هي الدائرة الأسوية يعني الدائرة الأسوية حقيقة وهذه على سبيل المثال أزربيجان وأرمينيا وقبلها الهند يتمثل أهمية كبيرة وتوليها مصر أهمي لماذا؟ لأن هذه الدول الهند على سبيل المثال هي خامس اقتصادنا مستوى العالم لديها مزايا نسبي دولة متقدمة سوق واسعة باوت مصر الأسي أزربيجان وأرمينيا على سبيل المثال هما من دول تحت سبيل السابق في وسط آسيا وبالتالي الدائرة هنا الدائرة الأسوية وشرق آسيا ووسط آسيا تمثل أولوية في السياسة المصرية ماذا تعني هذا؟ تعني أن هذه الزيارات تفتح أفاق جديدة للتعاون للتعزيز التعاون سواء على مصار العلاقات السنائية أو على مصار بمشقائها السياسي والثقافي والابتصادي والأمني وكل الأبعاد أو على قضايا الاستقرار الإقليم والعالم بالطبع الرئيس السياسي دائما وهو في زياراته دائما حتى نلاحظ جزء من برنامجه جزء أساسي أو بند أساسي هو الاجتماع برجال الأعمال كبريات الشركات وعالم المال في الدولات يزورها رأيناها في الهند في أزر بيجان أيضا في كل الزيارات لماذا؟ لأن الرئيس السياسي في هذه الإلقاءات بيعرض الفرص الكبيرة لمصر الوعيدة في مصر مصر الآن تحقق معدلات نموه مرتفعة رغم التحديات العالمية بشهادة نجاح البرنامج للصحة الاقتصادي لديها فرص استثمارية وعيدة في المشروعات القومية العملاقة محور التنمية في العاصمة الأدارية غيرها وبالتالي يتمثل بيئة جاذبة وعيدة للإستثمارات الأجنبية ومنها بالطبع الإستثمارات الهندية والأزرية والأرمانية النقطة الثانية أيضا أن الدول الآن كل الدول حقا بعد مرور أزمتين كبيرتين أزمة الجاحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأزمات العالمية لها تدعات سلبية على كل الدول وبالتالي بدأت الدول تبحث عن ما يسمى التعافي الاقتصاد كيف يكون هذا؟ من خلال بناء شراكات اقتصادية مع الدول الوعدة اقتصادية وبالتالي هناك تنافس دولة هناك رغبة هناك إراضة دولية وتوجه من كثير من الدول سواء الدول الكبرى في نظام الدول كواء اقتصاديا أو الكواء المتوسطة للتعاون وتشبيك علاقتها مع مصر لماذا مصر؟ لأن مصر هي من الاقتصادات الوعدة لديها مناخ مستقر لديها فرص استثمارية مهمة مصر أيضا لديها مزايا نسبية كبوابة مصر لأفريقيا قاردة أفريقيا الآن العالم كله يتنافس على أفريقيا وبالتالي هي دولة مفتاحية في الشرق الأوسط في أفريقيا وهنا تنبع أهمية وتوقيت هذه الزيارات وهذه الجولة للهند وأزربيجان ثم أرمين استراتيجية دورة مصرية حاليا واستراتيجية سيدة رئيس عبدالفتاح السيسي لاستدارة شرقا وخينا نقول إطلاق العنان لاستغلال الإمكانات غير مستغلة حدرتك تحدثت عن المزايا النسبية المزايا النسبية المتعلقة بمصر بالنسبة لباقي الدول لو نتكلم عن المزايا النسبية لأذربيجان على وجه التحديد أهمية أذربيجان بالنسبة لمصر يعني بالطبع أذربيجان هو من الاقتصادات الوعيدة يعني الاقتصادات المتوسطة التي تحقق معدلات نموي وأنها كتشابه في التجربة الاقتصادية بين مصر وأذربيجان وهذه نقطة مهمة أيضا نستفادة منها بمعنى الاعتماد على المشروعات الصغيرة الاعتماد على دور الدولة في التنمية المعلومات والمعرفة هناك مجالات مختلفة أذربيجان تمثل أهمية كبيرة لمصر أيضا هي مدخل لمنطقة وسط أسيا يعني حجم التبادل والتجاري حقيقة لا يتناسب مع حجم الفرص الوعية يعني وبالتالي هذه الزيارة يتفت عفاق جديدة للتطوير هذا التعاون جذب الاستثمارات الأذرية أيضا فتح أيضا أمام الاستثمارات المصرية الأذربيجان السلع المصرية في هذه المنطقة يعني في الزيارة تم استثم متوقعات من اتفاقات في مجال التعدين في مجال الطاقة هناك الطاقة المتجددة هناك مجال الأدوية ومجال الزراعة وغيرها من المجالات وبالتالي هي تمثل أهمية كبيرة نهيك عن طبعا عن الدور السياسي لمصر طبعا في تحقيق الاستقرار الإقليم أذربيجان هي من الدول المهمة في وسط أسيا أعتقد أن هناك يعني حقا تربط علاقات سياسية قوية مع مصر يعني العلاقات العام الماضح تفلوا به 30 عاما على العلاقات السياسية الدبلوماسية في 92 هي تمثل أهمية كبيرة هي من العلاقات أيضا المتميزة بين مصر وهذه الدول يعني لم تشهد عواصف كما بين العلاقات بين الدول الأخرى وبالتالي هناك أصص قوية يمكن البناء عليها في تكتور الألقات قوي لدول أخرى وقوة أخرى في هذه المنطقة بشكل عام كمان بالطبع هي تمثل أهمية كبيرة حقا والأمر الثاني أن تنويع دوار مصر مع هذه الدول يعني الهند دولة كبيرة اقتصادية أزربيان لديها أيضا تجربة اقتصادية مهمة أرمينيا أيضا بعد هذه الزيارة لديها تجربة اقتصادية مهمة وبالتالي هنا الفكرة والفلسفة أن مصر منفتحة لكل هذه النماذج التنموي لا تقتصر فقط وهذه نقطة النقطة الثانية الدارة الأسيوية الدارة الأسيوية أسية بشكل عام تحتل أو يحتاج يعني الآن بها مجموعة من النمور الاقتصادية الصين اليابان الهند حتى الدول الصعيدة في تنامي كل هذه الدول لديها مزايا كبيرة ولديها تجربة تنموية يمكن استفادة منها صناعية والدي الاستراتيجية يتوجه لها حاليا بالطبع في إطار توجه مصر طبعا لتوطين الصناعات المتقدمة كما مثلا في الهند صناعة البرمجيات صناعة التكنولوجيا المعرفة وأيضا التوسع نحو الاقتصاد الأخضر والهيدرونجي الأخضر دعني جمالي نقول أن هذه السياسة حقيقة وزارة الرئيس السياسي والمدخل ما يسمى الاعتماد الاقتصاد والتعاون هو أحد المداخل المهمة لتحقيق الاستقرار العالمي لأن العالم الآن بيشهد حالا من الاستقطاب الحد بين القوى الكبرى يعني أمريكا من ناحية وروسيا من ناحية أمريكا من ناحية والصين من ناحية حتى بدأت أدي الدول الكبرى تحاول نشر هذا الاستقطاب في مناطق مختلفة من العالم هنا بيأتي الطيار المضاد أو المقابل الذي يقوده مصر وهو طيار الاعتدال طيار التعاون الاقتصادي طيار تشبيك المصالح لأن هذا الطيار يبرسخ العلاقات بين الشعوب لأن الاقتصاد هو الذي يقود السياسة هذه نقطة مهمة نعم دكتور أحمد بما أن حدثنا الآن على الاقتصاد تحديدا وأهميته في هذا الوقت تحديدا أو هذه المرحلة في ظل يعني معاناة كبرى الاقتصادات العالمية من الأزمة الراهنة رئيس عبدالفتاح السيسي لا يدع أو يترك بابا يجذب آفاق جديدة للاستثمار في مصر تحديدا إلا ويتركه وربما خير بليل على ذلك أو برهان على ذلك ما حدث من اجتماع مع خمسين شركة من كبرى الشركات الهندية في جولته في الهند وأيضا بالأمس اجتمع مع عدد من رؤساء الشركات والهيئات الاقتصادية وتحدث عن الفرص الاستثمارية المتاحة لهم في مصر كيف تقرأ ذلك؟ بالطبع هذه نقطة مهمة لأن هذا كما أشارنا جزء أساسي كنت الرئيس السيسي وهو توظيف هذه العلاقات لدعم التنمية في الداخل التقاء بكبرات رجال العمال يعني كما رأينا في الهند في أزربيجان في كل زيارات التي قام بها رئيس السيسي حقيقة هي بتعكس أن هدف هذه الزيارات دائما هي خدمة الاقتصاد هي خدمة المواطن المصر لأن فتح أفاق يعني جذب استثمارات يعني توفير فرص عمل للمواطن المصري يعني الانفتاح على التجارب التنموية يعني الاستفادة من المزايا النسبية من هذه الدول في مجالة استثمار معنا شو واحدة بيقول تجارب تنموية يعني هل هذه الاقتصادات النشئة عن تحل الأزمة الحالية؟ يعني هذه الاقتصادات يعني يتلعب دورا في حل الأزمات بمعنى كيف نستفيد من المزايا النسبية لأزربيجان أو أرمينيا أو الهند يعني الهند دولة مهمة اقتصاديا وهناك يعني هي سلس أو يعني سلس شديد تجاري المصر والهند ده كوة اقتصادية يعني عزمة يعني أطحت ببريطانيا العام الماضي واحتلت الخامسة الاقتصادية الهند لديها تجربة كبيرة في التكنولوجيا المعرفة والمعلومات في بنجلور وهي الآن تتصدر العالم وانسبقة أمريكا الهند لديها سوق واسعة بالطبع هذه هي النقاط مهمة يعني ماذا تعني جذب استثمارات هندية يتعني الكثير بالنسبة لمصر حقيقات تعني التفادة من التجربة التنموية الهندية من التجربة الصناعية الهندية الآن وبيدخل مرحات الانطلاق الاقتصادي يعني السنوات الماضية كان هناك نوع من البنية الأساسية التي الموانئ الموانئ الجستية الآن الاقتصاد المصري هم من الاقتصاد المرشحة بقوة لأمطلاق المطالقة الاقتصادية في قناة السويس متاحة بطبع وهناك محور التنمية طبعا هناك مشروعات كبيرة الأمر الثاني أن مصر هو المستقرة لأن دائما هناك علاقة بين الاستثمار وبين الاستقرار يعني العالم يشهد توطرات الآن واستقطابات وبقى رأس المال يبحث دائما على المناطق المستقرة والمناطق الأمينة بالطبع والاقتصاد المصر فلديه مزايا نسبية استقرار لديه مزايا في إسلاح اقتصادي وسياسات نقضية وكل هذه التجارب هي بتجذب المستثمر الأجنابي هذا التجذب ماذا تعني؟ يعني أنه يأتي الآن واستثمر في مصر وهذا يساهم في مواجهة التحدثات الاقتصادية وبالتالي يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري أزربيجان هي اقتصاد ناشئ واعتقد أن هذه الزيارة تفتح أسس جديدة يعني تفتح مجالات جديدة يعني مخرجات هذه الزيارة ستنعاكس في دفع العلاقات الاقتصادية دفع التبادل التجاري بين البلدين دفع التعاون أيضا في المجالات التعاون العلمي ولا ننسى أن هذه الدول نقل خاصة ثقافية بمعنى قوة مصر النعيم هي تلعب دورا مهمة على سبيل مثلا أزربيجان يعني الأزر الشريف له دور مهم في توطيد العلاقات ما بين مصر وأزربيجان يعني هناك الصورة الزهنية لدى عن مصر لدى هذه الدول خاصة أزربيجان وأرمينيا هي صورة إيجابية وهذا طبعا صورة مهمة لأنهم يعتبرون أن مصر كدولة اللي هي قوة نعيمة دور مؤثر ثقافي دور حضاري مصر كدولة في منطقة الشرق الأوسط دولة مركزية مفتاحية في إفريقيا هي المدخل لإفريقيا كل هذا بيجعل أن هناك نوع من التوجه إلى بناء شراكات مع مصر هذه نقطة مهمة ومصر تستفيد من هذه الشراكات النقطة الثانية أن أيضا مثلا أرمينيا هناك جالية أرمينية كبيرة في مصر ولعبت دورا في جسر بين التواصل بين الشعوب والدول بمعنى آخر أن العلاقات السياسية المتميزة والعلاقات القوية تترجم في علاقات اقتصادية قوية هذه العلاقات اقتصادية قوية هي بالطبع العلاقات دولية قائمة على المصالح المتبادلة والمنافع المتبادلة بمعنى آخر مصر لديها ما تقدمه لذي الدول التعاون مع الشراكات الأخرى بالطبع سيكون لها مرضود إيجابي على الاقتصاد المصري على المواطن المصري على كثير من الأمور يعني مصر الآن لديها كل القدرات والإمكانيات التي تستطيع بها أن تكون ذات مكانة وتميزة في الاقتصاد الاقليمي والاقتصاد العالمي هذا ليس شهاداتي وإنما هي شهادة البنك الدولي والمساد الدولي أمس كان هناك تصنيف الاتماني للمصر عند مستوى بيه بيعكس الصقة الدولية في الاقتصاد المصري أيضا العالم كله الآن يتنافس على أفريقيا ويبناء شركات مع أفريقيا الهند الصين اليابان أوروبا روسيا هنا الكل يدرك أن مدخل وتعزيز تعامل أفريقيا من خلال البوابة المصرية بكل تأكيد يا مصري البوابة الأفريقية بكل تأكيد يعني العالم كله يدرك هذه الحقيقة طيب يمكن ده بالنسبة لنا قراءتنا لهذا المشهد وزيارة سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي لأذربيجان لكن مهم كمان أن نحن نلقي نظرة عن وجهة النظر وجهة نظر الجانب الآخر والصحف الأذرية يعني تحدثت عن هذه الزيارة وأكدت أنه زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل نقلة نوعية في مصار العلاقات المصرية الأذربيجانية عايزة عرف من حضرتك يعني رؤيتك لهذا التقرير ورؤيتك لوجهة النظر الأخرى وقراءة الجانب الأذاري لهذه الزيارة وبالطبع جمالة هذه الدولة ترحب كثيرا بهذه الزيارة لماذا؟ لأن هذه المنطقة حديدا لم تكن تحظى بأهلوية كبيرة في السياسة المصرية يعني كان مصر كدولة مهمة في الشرق الأوسط ودولة كوبرا تركز على الدولة التقليدية أوروبا أمريكا وبالتالي هي بالنسبة لهم حاجة نقلة مهمة لأنهم يعتبرون مصر دولة كبيرة اقتصاديا دولة قوية أيضا ولها دور سياسي دولة مهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي في هذه المنطقة التي تشهد بعض التوترات وبالتالي هنا يعرفون أن مصر دائما دولة تنحز السلام الدولي لاستقرار العالمي لتسويس السياسية للمنازعات من خلال الحوار والتفاوض من خلال احترام مصرية المتحدة سياسة الدول هذه السياسة المصرية الرشيدة بتجعل أن هناك نعمل المصدقية والثقة في مصر وفي دورها دائما في معالجة التحديات والنزاعات المختلف هذه النقطة النقطة الثانية أنهم أيضا يعتبرون أن هذه الدول ستستفيد كثيرا من بناء شركات اقتصادية مع مصر لأن أزربيجان أيضا لديها مزايا أيضا في مجال الزراعة في مجال التعدين لديها يعني مواد دخام وبالتالي تشبيه العلاقات مع مصر يمثل أهمية كبيرة الأمر الثالث أيضا هم هذه الدول أيضا كغيرها من الدول تبحث عن التعافي الاقتصاد وبناء شركات مهمة ومصر دولة مهمة وكل هذا بيجعل أن هناك ترحيب كبير من الجانب الأزري سواء في الصحف في الإعلام سواء في المستوى الرسمي كل المستوىات حقيقة لأن كما أشارنا هذه الحفاوة بالحول للسادة المشاهدين هذه الحفاوة في ظل تواجد تواجد قوة عظمى في هذه المنطقة هذه الحفاوة بزيارة مصر وتعزيز التعاون مع مصر يعني بالطبع هذه المنطقة بطبعا هناك مناطق طبعا معروف كبه عظمى روسيا وهناك كبه أخرى ليها تأثير ونفوس في المنطقة لكن العلاقات الدولية لم تعود يعني كما كان بالحرب الباردة قائمة على الإيدولوجية يعني بمعنى التحالفات التوقعات الإيدولوجية الآن كل التحالفات على اعتبارات اقتصادية اعتبارات المصالح هذه الدولة تبحث عن مصالح هي دقيقة مصلحة كبيرة في تعزيز التعاون مع مصر كمصر كدولة اقتصاد ويعيد كاقتصاد منطلق وبالتالي هذه نقطة مهمة الأمر الثاني أن السحات بأصبحت مفتوحة يعني كل التنفس الآن هو على الاقتصاد هو على المصالح وهو على توظيف الموارد الغير مستغلة وبالتالي هناك فرص كبيرة يمكن استغلالها والمنشار متبادلة بكل تأكيد بالطبع هذه مصالح مهمة أيضا هذه النقطة الدارة الأسوية أيضا يتمثل أهمية لمصر أيضا يعني الرئيس يزعب لزيد دول لماذا يزعب للبحث عن فرص للتعاون فرص لفتح أفاق الاقتصاد المصري يبحث عن تعزيز دور مصر في المجال الإقليم والمجال الدولي يعني أرمينيا وأزربيجان أيضا بيتطلعان إلى أيضا دائما الرؤية المصرية والدور المصر الإيجابي في دائما في دفع جهد السلام في تحقيق الاستقرار هذه نقطة مهمة وبالتالي كما قالنا أيضا مصر ديها علاقات مع كل القوى الكبرى وهذه نقطة فكرة الحياد الإيجابي بمعنى أن مصر لا تدخل في استقطابات ولكن مصر تبني شراكات مع كل الدول دون أن تستبدل شراكة بشراكة أخرى أو دون أن تنحاز لشراكة ضد شراكة أخرى وإنما الفتح لكل القوى يعني تنفتح لأمريكا على أوروبا على روسيا على الصين على أفريقيا على الهند على كل الدول في إطار تعظيم المصالح المصرية وتعزيز التعاون ويعتقد لا يعتقد أن هذا المدخل وزي السياسة الرشيدة النزيها المصرية هي بتمثل أهمية مع كل الدول يعني وبالتالي هذا التواجد المصري مرحب بهم يمكن هو ده يعني نهجة الدبلوماسية المصرية تحديدا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيس القائمة على احترام الدول الأخرى وعدم التدخل في مصالح هذه الدول الداخلية وعدم الاستمالة على حساب طرف على الطرف الآخر ولكن الاقتصاد دائما لا يعرف سوى لغة الأرقام وإذا تحدثنا بلغة الأرقام فيما بين مصر وأذربيلين سوف نجد أن في يناير تحديدا من يناير لديسمبر في 2022 حجم التبادل التجاري ما بين مصر وأذربيجان وصل إلى 16 مليون دولار ومئة ألف ومنها 2.5 مليون دولار صادرات لأذربيجان للبلاد و13 مليون و300 ألف دولار تحديدا للواردات الأرقام دي بتمثل إيه حضرتك؟ يعني هذه الأرقام حقيقة لا تعكس مستوى العلاقات المستلسية الممتازة ولا تناسع مع حجم الفرص المستقبلية الوعية بمعنى هذا المبلغ هو نتاج أيضا وهذه السبب الزيارة أن هناك فرص كتير غير مستغلة وأنه يمكن تطوير العلاقات مع هذه الدول والاستفادة ورافع حجم التبادل التجاري ليس فقط من 20 أو 42 مليون دولار كما تشير التقارير الأرقام إلى أرقام أعلى وأكبر يعني مثلا في زيارة الهند 7 مليار وتم تعززها إلى 12 مليار 7 مليار تم تعززها إلى رفع إلى 12 مليار وبالتالي الهدف من الزيارة هو رفع مستوى وصقف التعاون مع هذه الدول هذه النقطة المهمة وهناك أرضية مشتركة هناك مقاومات مشتركة يعني هناك عوامل تدفع في اتجاه هذا التطوير للتعاون سواء العلاقات الاقتصادية لأن العلاقات السياسية ممتازة هناك أرادة سياسية لدى كيادتي مصر وأزربيجان هناك إمكانيات وفرص كثيرة غير مستغلة هناك موارد ضخمة بها أزربيجان وأيضا هناك فرص السمارية في مصر كل هذه العوامل تدفع في اتجاه الانطلاق وفيها العلاقات إلى فق أكبر وأوسع وبالنهاية المطاف سيعود بالنافع على البلدين على الشعب أزربيجان وعلى الشعب المصري وكل هذه زيارات السياسة الخارجية السياسة الخارجية دائما هم يتطلعون ماذا نستفيد من مصر ماذا نستفيد من بالطبع الاقتصاد والذي يحكم السياسة ولوة الأرقام هي المهمة والمصالح المتبادلة والآن هي مصر أصبحت وجهة مهمة لكثير من الدول سواء الكبرى أو المتوسطة أو الدول المتوسطة فيها في الاقتصاد كلها وجهة مهمة للاستثمار في مصر هذه هي نقطة النقطة الثانية أيضا أن النظر لمصر أيضا من منظور سياسي أن مصر الآن دولة تمثل دورة مهمة في تحقيق الاستقرار في العلقات الدولية نحن نشهد الآن حالة من العسكرات للعلقات الدولية يعني المناورات العسكرية اتجاه دولة التسلح العسكرية اليابان والصين يعني هناك بؤر ملتهبة وكل هذا التأثير والاستقطاب الدولي يؤثر على التعاون الاقتصادي العلالي على مفهوم العمل لجماعة الدول هنا مصر تبرز مثلا رأينا في مؤتمر شارم الشيخ وكيادة مصر الطيار مواجهة تغراطة العالمية بيعتبر أنها تهدد السلم الدول إنها تهدد كل الدول والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والهيدروجين وهذا جزء من السياسة المصرية والتعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال تحديدا وهذه النقطة مهمة مصر الآن تكون طيار فكرة تبريد العلقات الدولية تحقيق الاستقرار تحقيق التعاون الاقتصاد لأن في الصراعات الدولية في التوترات الكل خاسر خاسر بينما في التعاون الاقتصادي مهما كان الكل رابح رابح وإن بدرجات متفاودة حسب قوة ووزن كل اقتصاد وبالتالي العلاقات الاقتصادية بين مصر وأزربيان هي مرشحة بعد هذه الزيارة بالطبع للانطلاق الاقتصادي رفع مستوى هذا التمثيل التجاري الذي لا يعكس حقيقة حجم وقوة العلاقات بين البلدين وأيضا في الزيارة لأربينيا أيضا في إطار هذا التوجه وهذه الدول كانت مستقلة تحديد السوفيتي لديها إمكانيات كبيرة حقيقة في المعادن تحقيقا في المعادن المهمة والنادرة أيضا في المجال الزراعي والعالم الآن يبحث عن تعزيز الأمن الغذائي كما رأينا في الهند يعني الهند هي من الدول المصدرة للقمح والهند يعني كالعام الماضي أوقفت تصدير القمح إلى العالم بسيسناء مصر هذا بيعكس ماذا؟ بيعكس الثقة في أساس المصري يعني في قيدة المصرية يعني الرئيس السيسي الآن هو يمثل نموذج فيه يتعلق في العلاقات الدولية بتكريس نمازج التعاون الدول التشابق الاقتصادي التنمية للإزدهار عدم الدخول في صراعات لأن الصراعات هي مكلفة والصراعات هي تقدم إلى التدمير يعني ما نرى الآن في أوكرانيا وفي روسيا يعني هذا في النهاية ليس فقط تأثيره على البلدين ولكن على العالم كله وبالتالي في الوقت الذي يشهد فيه العالم توطرات وصراعات واستقطابات هنا مصر تبني شراكات اقتصادية تعاون مع كل الدوائر الدائرة الأسيوية دائرة دولة وسط أسيا كما رأينا من قبل في شرق أوروبا طفرة كبيرة في البحر المتوسط الدائرة الأوروبية الدائرة الأفريقية يعني كل الدوائر حقيقة كل الدوائر مصر تهتم بها في إطار في نهاية المطاف سيكون لها مرضود إيجابي على المواطن المصري هذه النقطة التي نركز عليها لأن هذه الزيارات وهذه ما تجلبه من استثمارات وما تفتحه من أفاق للاقتصاد المصري في نهاية المطاف ستنعكس على تعزيز التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي توفير فرص عمل وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطن المصري يمكننا نتحدث عن زيارة سيدة الرئيسة للهند أعتقد أن المعظم عارف التجربة الهندية وأهمية الاقتصاد الهندي ومدى حجم الاقتصاد الهندي لكننا نتكلم عن أذربيجان حضرتك تحدثت عن التجربة التنموية الهامة لأذربيجان لو حضرتك تحكي لنا وتحكي لأستاذ المشاهدين هذه التجربة التنموية لأذربيجان إيه اللي حصل؟ يعني بالطبع هذه الدول كانت استقلت في بداية السنة تحدثوا فيك أذربيجان وأرمينيا وعدد من دول الجمهورات السوفيتية يعني هذه الدول كانت تابعة للاقتصاد الاشتراكي معروف ويعني التجربة الاشتراكية كما حتى في روسيا لم تؤتي سمارها أو لم تنجح بشكل كبير وحدث فيما من التحول يعني معظم هذه الدول تحولت إلى الاقتصاد الحر وإلى النظام الرأسمالي والاعتماد على الاستثمارات الخارجية وتعزيز دور القطاع الخاص الاعتماد على المشروعات الصغيرة يعني إطلاق قوة الإنتاج وعمل يعني تجربة موية الأمر الثاني أن توظيف الموارد يعني المزان النسبية يعني أذربيجان لديها مزان نسبية مهمة في مجال الزراعة في مجال المعادن في مجال المعادن لديها معادن مهمة أيضا في مجال النفط والغاز والبترول وبالتالي بدأت توظيف هذه الصراوة الصراوة وتبني التشابكات هي كجزء من الاقتصادات الأسيوية بشكل عام استفادت من الاستثمارات الخارجية الأجنبية التي انتقلت لهذه المناطق يعني بحكم العمالة الرقيصة بحكم تكلفة الانتاج منخفضة إلى وعن ما وبالتالي بدأت تحقق نوع من النمو والاستقرار لكن تظل هناك التحديات بالنسبة لهذه الدول إذن في أجواء عدم الاستقرار يعني عدم أجواء بعد الصراعات المتزامة موجودة وهذه تؤثر سلبا على فرص الانطلاق وبالتالي هناك رغبة وتوجه في تحمل فترة مقبلة نوع من الاستقرار وتسويت بعض النزاعات الحدودية أو غيرها والانطلاق الاقتصاد هنا التعويل على مصر في بناء علاقات قوية مع مصر استفادة من الاقتصاد المصري من المزايا النسبية لمصر وأعتقد أن أزربيجان هي كما قلنا هناك مقاومات مشتركة يعني هناك علاقات مهمة هناك علاقات لاس فقط على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي على المستوى أيضا العلمي على المستوى التعليمي هناك عالد كبير من الأزريين يتعلمون في الجماعات المصرية في الأزر كل هذا يمثل ما يسمى جسور لربط العلاقات لأن هذا يخدم ويدعم من التعاون الاقتصاد وكما أشرنا الاقتصاد هو أساسا الذي يقود ويقوي علاقات الدول ويعمل تشبكات سياسية وأعتقد أن أزربيجان وهذه الحفاوة الكبيرة وهذه اللقاءات هي في نهاية المطاف وتعكس الأهمية كبيرة التي توليها أزربيجان والمؤسسات الأزرية لمصر والرئيس السياسي وتعويلهم على تعاون أكبر في المستقبل نعم دكتور أحمد يعني البعض تحدث أيضا بأن هذه الزيارة لها انعكاس على ما يحدث في روسيا تحديدا باعتبار أن أزربيجان من دول الاتحاد السوفيتي سابقا كيف ترى ذلك؟ أنا في اعتقادي أن مصر دائما بتسعى إلى تحقيق الاستقرار للإقليم ومصر دي علاقات قوية مع روسيا ومع كل الدول ومصر حتى في الأزمة الروسية الأوكرانية تبنت سياسة الحاد الإيجابي الحاد الإيجابي أنها لا تنحاز على سبط طرف الآخر والإيجابي تعني أنها تأخذ دور أكثر إيجابية في الدعوة إلى تحقيق الاستقرار والسلام أطلق في بنتمر شرم الشيخ في بنتمر شرم الشيخ دعوة إلى تحقيق السلام وكان هناك بعسى لي وزير خارجان المصري ضمن الجماعة العربية في تحقيق الاستقرار بمعنى آخر المنطق المصري يقول أن استمرار الحرب هو يؤدي لمزيد من المعاناة ليس فقط على التطرفين النزاعة والعالم كله ومصر تأثرت سلبا وأزربيجان تأثرت سلبا النقطة الثانية أن التحركات المصرية والتعاون مع هذه الدول في نهاية المطاف ويأتي في تعزيز الشركات مع روسيا ومع الدول جمهوريات حد سبيد السابق الأخرى وكلها في إطار تعزيز هذا التعاون وأعتقد أن روسيا بتنظر لمصر بنظرة إيجابية خاصة أن هناك علاقات قوية بين مصر وروسيا وعلاقات مهمة وأعتقد أن هذه الدول هي في نهاية المطاف هي بتتعامل من منظور أن مصر ليست جزءا من استقطاب مصر ليست جزءا من صراح مصر دولة لديها رؤية تنموية مصر ديها سياسة خارجية رشيدة ونزيها مصر منفتح لكل الدول تعزيز مفهوم التعاون الدولي والعمل للجماعة الدولي وهذا المنظور الذي يجعل دائما هناك ترحيب لمصر والدور المصري في هذه المنطقة من مصر الأسيا أو حتى من جانب الكوى الكبرى مثل روسيا وغيرها لأن أشرنا روسيا هناك تقدير حقيق لسياسة المصرية وهي في عهد الرئيس السيسي سبت أن مصر بإمكانياتها الحضرية ومكانتها الاقتصادية ومكانتها السياسية والأمنية قادرة على مواجهة كل هذه التحديات نقطة مهمة أيضا في أزربيجان وهي فكرة التوافق أيضا في الرؤى هناك توافق في الرؤى بين البلدين فيما تعلق بها القضايا الدولية والقضايا الإقليمية أو أيضا فيما تعلق مثلا مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف هناك تجربة أو هناك تقدير أزري لتجربة مصر في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف وفكرة نشر الدين الوسط الإسلامي الصحيح والبعد عن التطرف لأن هذا التطرف لا يعكس وسطية الإسلام أو مفهوم الإسلام المعتادل وهذه النقطة مهمة لذلك هناك تقدير كبير لدور الأزهر الشريف يعتبر أن مصر هي دولة الاعتدال وتمثل الدين الوسطي المعتادل هذه النقطة النقطة الثانية هناك أيضا دعم أزهر القضايا العربية دائما في الأهم المتحدة ودائما تصوت للقضايا الفلسطينية ودعم حل الدولتين وتحقيق الاستقرار في المنطقة هذه الدول أيضا مهمة في الأهم المتحدة في الجمعية العامة دائما في مواجهة هناك أيضا تقدير لمصر في التعبير عن قضايا الدول النامية في الأهم المتحدة يعني مصر تعبر عن قضايا الدول منها أزربيجان أو أرمينيا أو غيرها فيما تعلق به مثلا قضايا المناخ وعدالة المناخية تحقيق ضرورة مساعدة الدول الكبرى للدول الأقصى التضرورة مثل أزربيجان وتم إنشو صندوق للقسار والأضرار في شرم الشيخ بالطبع سيكون له دعم لأزربيجان أو أرمينيا يمكن هذا كان النجاح الحقيقي لقمة المناخ. بالطبع. فكل هذه القضايا هناك تقدير لمصر. ليس فقط من المنظور العلاقات الصينئية أو التعاون الاقتصادي. ولكن أيضا من منظور أشمال فيما يتعلق بأن مصر الآن أيضا مع الهند. يعني الهند كدول عدم الحياز تعبر عن قضايا العالم النامي. نظام دولي أكثر عدالة. نظام اقتصاد أكثر عدالة. دعم قضايا الدول النامية للقضايا المناخية وغيرها من القضايا. كل هذا بيعكس حقيقة هذا التقدير. ولذلك أن هذا يفسره بهذا الترحيب الكبير والحفاوة الكبيرة من أزربيجان. يعني هذه زيارات رئيس مصري كدولة في قوة مصر وحجم مصر يزور أزربيجان وتترك العقاد الاقتصادية. هذا بيعكس حقيقة أن هناك الآن مرحلة جديدة من العلاقات بين مصر وأزربيجان. هذه المرحلة أعتقد في المستقبل ستكون لها انعكسات أجابية على الجانبين. وأعتقد أن مصر الآن في نهاية المطاف كل هذا هو حصاد لسياسة خارجية مصرية. سياسة خارجية رشيدة نزيها تقوم على التعاون. مصر الآن والرئيس يفتح كل الأبواب. يترك كل المناطق في شرقا وغربا. شمالا جنوبا من أجل الاقتصاد المصري. من أجل التنمية. من أجل المناطق المصري. وهذه الفلسفة هو سبب وراء كل هذه الزيارات. إضافة إلى العوامل السياسية وتعزيز دور مصري في محطها الإقليمي ومحطها الدولي في ظل العالم يموج به الاضطرابات والصراعات. نستطيع فضالي شوفك. بس معانا دي سريع جدا دكتور أحمد. كيف يرى العالم التحركات المصرية؟ الدبلوماسيال نتكلم تحركات شرقا وتفاهمات عربية عربية وتفاهمات مصرية أوروبية. كيف يرى العالم أو ترك قوى العظمى التحركات المصرية؟ القوى العظمى تراكب طبعا وتهتم بذير التحركات المصرية. أولا مصر شهدت طفر كبيرة في الدائرة العربية. كما ينا فيها العامة الماضية. في الدائرة الإفرقية في الدائرة الأسيوية. في الدائرة حتى مع أمريكا. العالم ينظر لمصر لأنها دولة تمثل نموذج جديد في العلقات الدولية. يقوم على تعزيز العمل الجماعي الدولي. نعم. يعني زم حاجة ذكرت شرقا وغربا وشمالا وجنوبا تؤسس مصر لرؤيتها الخاصة بالدبلوماسية المصرية. دبلوماسية المصرية التي تحترم كافة الأراء والأفكار المتعلقة بالدول القائمة على عدم التدخل في شؤونها الداخلية. بنشكر حضرتك دكتور أحمد. سيد أحمد. خبير العلاقات الدولية بالأهرام. شكرا على هذه القراءة الوافية. شكرا جمانا. شكرا أحمد. شكرا لكل مشاهدي الصباح الخير. شكرا للمشاهدة